بسم الله الرحمن الرحيم قال النظم رحمه الله تعالى يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدم هذا ما هو ممكن لله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى إما أن يخرج الممكنات من جانب العدم إلى جانب الوجود وممكن أن يخرجها من جانب الوجود إلى جانب العدم إذن الممكنات العالم كل العالم ممكنات وجود الأكوان ممكنات بعث الرسل ممكنات تعذيب الطائع ممكنات من حيث العقل لكن قلنا تفضلا من الله عز وجل على عباده المؤمنين أنه يدخلهم الجنة دخول الكفار النار ممكن عقلا لكن واجب شرعة بمعنى ثبت شرعة أن الله عز وجل يدخل الكافرين النار خالدين فيها أبدا إذا بلغتهم الدعوة صحيحة وكذبوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسل أصلا رحمة الله وعليه عندما نقول تعذيب الطائع ممكن عقلا تنعيم الكافر ممكن عقلا هذا من جهة العقل من حيث لو بحث العقل هل يجب على الله أن ينعم المؤمن وأن يعذب الكافر نقول لا يجب على الله سبحانه وتعالى عقلا شيء لكنه ثبت بالوجه الشرعي أن الله عز وجل يثيب المؤمنين والأنبياء وأنه عز وجل تفضل عليهم جميعا بفضله ورحمته لا بأعمالهم التي أوجبت عليه إلا أن يتغمدني الله برحمته إذن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لنا أعمالكم لا توجب على الله أن يدخلكم الجنة لأنكم أصلا أنتم رأس المال وأنتم الأعمال التي هي الأرباح التي هي الطاعات ملك لله عز وجل فلا أحد يجب على الله سبحانه وتعالى شيء فهو يتفضل على عباده المؤمنين بإدخالهم الجنة لا من ناحية أن العقل يوجب على الله عز وجل أن يدخلهم الجنة إذن لاحظنا الفرق أن الله عز وجل يتفضل على عباده المؤمنين وعلى أنبيائه الصالحين بأنه يدخلهم الجنة أما الكفار فلا يجب على الله لا أن يدخلهم عقلا الجنة ولا أن يدخلهم عقلا النار إنما يفعل في ملكه ما يشاء إذن الله عز وجل يفعل في ملكه سبحانه وتعالى ما يشاء لا يجب عليه شيء لا يجب عليه شيء فقد قضى بسابق علمه أن من بلغته الدعوة صحيحة وكذب بها فإنه من أهل النار وأن المؤمنين في فضل الله ورحمته فالنار أهل لعدله أو دار لعدله والجنة دار لفضله هذا ما نقوله إذن الله عز وجل بالنسبة له يفعل الممكن سبحانه وتعالى أو يعدم الممكن طيب الآن هناك سؤال ما الدليل العقلي على هذه الأشياء أن هذا الكون ليس مكتفيا بنفسه أن هذا الكون ليس مكتفيا بنفسه بل هو مفتقر إلى من يدبره لماذا؟ لأنه هو الممكن إذن الممكن لا يخلق نفسه ولو كان الممكن يخلق نفسه لكان أزليا لكان أمن من العدم لأن نحن نريد أن نقول إن الإعدام والإيجاد هو من سيمة الممكنات وليس من سيمة الواجبات والمستحيلات عقلا فصفات الله عز وجل الواجبة لا تعدم أبدا ولا يحصل نقيضها أبدا إنما الحديث فيما هو ممكن لأن هذا العالم الذي أمامنا هو عالم ممكن طيب كيف نستدل لهذا الأمر؟ هناك استدلال فيزيائي وسندعم هذا الاستدلال الفيزيائي ونؤيده بالقواعد العقلية بمعنى إذا نظرنا في الفيزياء دلنا ذلك على المدبر وإذا نظرنا في العقل كذلك دلنا على المدبر الآن أنا سأتكلم عن قوانين الميوتون في الفيزياء هناك من يقول إن هذا العالم مكتف بنفسه وهناك قوانين تشغل هذا العالم قوانين تشغل هذا العالم بما أن هذا العالم يسير وفق هذه القوانين إذن العالم مكتف بنفسه هذه النظرة السطحية كنظرة الصبي الذي ينظر إلى حنفية الماء فيظن أن الماء يخرج من داخل الحنفية ولا يتتبع إن كان هناك خزان فوق السطح أو هناك خزان في الحي أو هناك خزان للبلد وأن هناك أنهار ولا يتتبع الماء ورائيات لكن العقل قادر على تتبع هذه الأمور بحيث يبحث من خلال اللوازين قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق إذن الخلق أنا لم أره ما كنت شاهدا عند بدء الخلق لكن القرآن الكريم يقول لنا انظروا في الخلق ستعرفون أن هذا الخلق مبتدأ وليس أزليا فانظروا كيف بدأ الخلق إذن كان الخلق معدوما الآن نحن سنتكلم بقوانين فيزيائية نوضح بها القوانين العقلية الآن قانون نيوتون الأول يقول إن الجسم الساكن لا يمكن أن يتحرك إلا بقوة خارجة عنه لابد أن تحركه والجسم المتحرك لا يمكن أن يغير اتجاهه أو أن يزيد من تسارعه إلا بقوة خارجة عنه وذلك راجع أصلا لقضية عقلية أن المفعول لا يكون فاعلا المفعول لا يكون فاعلا فكان في مواجهة هؤلاء الماديين الذين قالوا إن العالم يسير على وفق قوانين وهذا يغنيه عن الإله جاء سؤال الماء وراء الذي هو يذهب أبعد من حنفية الماء إلى الخزان فيقول من الذي يشغل القانون إذن أنت تسلم بأن هذا العالم يسير على وفق قانون طب من الذي يشغل القانون لابد أن يكون له من مشغل وبالتالي لابد أن يكون هناك مدبر وهو الله سبحانه وتعالى وهذا الإله لا تقول من الذي يحركه هل له علة سابقة عليه نقول إذ لو قلنا بوجود علة سابقة عليه إلى ما لا بداية لافترضنا وجود شيء نقول إنه حادث ومع ذلك لا بداية له فاجتمع الناقضان يعني تقول له بداية وليست له بداية هذا معنى أو توضيح لمن يزعم بوجود حوادث لا أول لها هذا في الخارج نحن ممكن أن نقول إن الأرقام أنا ممكن أعد الأرقام إلى ما لا نهاية وأن أذهب إلى السالب والناقص إلى ما لا بداية هذه قضية ذهنية ليست هي محل البحث أنا أتكلم عن موجود خارجي كالأرض والنجوم والكواكب والمادة الكونية التي نتحدث فيها فإما أن تقول إن هذه المادة التي هي وليدة الحركة والسكون والحركة والسكون عدميات يعني الحركة تكون موجودة ثم تعدم بسكون ثم يعدم السكون ثم تأتي الحركة فنقول إن الملازم للعدميات عدمي وبالتالي افتراض وجود تسلسل بمعنى حوادث لا أول لها هذا باطل لاجتماع النقضين أنك تقول هو حادث ولا أول له فكيف اجتمع النقضان؟ هذا مستحيل هذا مستحيل لذلك لابد أنك إذا تأملت في هذا الكوم كما تأمل إبراهيم عليه السلام في الكواكب والنجوم ثم قال لا أحب الآفلين فرأها مفتقرة تشرق وتغيب وما إلى ذلك فقطع بأنها مبتدأة وأن الإله خارج هذه المنظومة الطبيعية خارج منظومة الحركة والسكون خارج منظومة المكان الفيزيائي خارج قوانين الفيزياء كلية وأن قوانين الفيزياء من حركة وانتقال وسكون وزمان وثقل وما إلى ذلك وحجم وجهة وما إلى ذلك أبطلها الشرع نقلا وأبطلها عقلا فقد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس فوقك شيء فنفى أن تكون الصفات الإلهية أو الذات إلهية لها نسبة مع مخلوقات الله عز وجل وهذا هو عين التوحيد إذن نقول إن شاهد الله عز وجل على أن هذا الكون مبتدأ وبما أنه مبتدأ لابد له أن يكون من مبدئ أبدأه سبحانه وتعالى أن يسلم بالإله الخالق لذلك ظهرت عقيدة الربوبيين عند الغرب نتيجة قوانين نيوتون وهذه العقلية لكنهم قالوا نحن نؤمن بوجود رب لكننا لا نؤمن بوجود أنبياء هل يوجد هناك عذاب بعث قالوا قد يكون وقد لا يكون اللي هي حالة الربوبية لأن حجة الله سبحانه وتعالى وبرهانه في كل إنسان أنه سبحانه وتعالى هو موجد هذه الأكوان لأن هذه الأكوان ممكنت لا يمكن أن تكون أزليات لأنها أجسام والأجسام ملازمة للحركة والسكون تقول لي قد يكون هناك أجسام غير ملازمة للحركة والسكون أقول لك ما هو الجسم الذي يشغل حيزا من الفراغ وهذا لا يتصور أن يكون لا ساكنا ولا متحركا إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا ولا يكون ساكنا متحركا في اجتماع النقضين لكن قد يكون هناك قطار متحرك وأنت ساكن لكن أنت سكونك بالنسبة لأرض القطار والقطار متحرك بالنسبة للأرض أنا لا أتكلم عن هذه النسبية أنا أتكلم على فرض الجهات واحدة أو الجهة واحدة فنقول إنه لا يمكن أن تجتمع الحركة والسكون لأنها النقيض لا يجتمع مع نقيضي إذن الله عز وجل سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لماذا؟ لأنه متصرف في الملك طيب بعضهم ممكن أن يقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وأنه متصرف في ملكه سبحانه وتعالى بما يشاء الآن هذا الشر من الذي يخلقه؟ نقول إن الله عز وجل بالنسبة لقدرته الشر من الممكنات والخير من الممكنات يخلق يهوديا فقيرا ويجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا اليهودي الفقير مريض لم يرى نعيما في الدنيا قط ثم بعد ذلك يدخل النار لأنه كذب قد صرف في الملك سليمان عليه السلام ملك آتاه الله من كل شيء وهو النبي وهو من أهل الجنة تقول لي أين العدالة؟ أقول لك العدالة هي التصرف في الملك فمن تصرف في ملكه فما ظلم طيب ما هو الظلم؟ إما أنه إما أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه كما يفعل الكافر ونقول هنا الإذن بمعنى الرضا لأنه لا يخرج عن إرادة الله ولا يكون في ملك الله إلا ما أراد هزائم المسلمين انتصارات المسلمين وهكذا كلها في ملك الله تحت الإرادة تحت الإرادة لكن قضية قتل المظلومين ليست في محل الرضا وهي وقعة في النهي إذن نميز بين هذه الأشياء الآن من تصرف في ملكه فما ظلم من كان له مع الله شرك في هذه الأرض فليخرج منها إلى ملك غير ملك الله عز وجل طيب ما هو الظلم؟ مخالفة الأمر لا أحد يأمر الله لا أحد يأمر الله سبحانه وتعالى فإذا أرسل الآلام على الأطفال وأرسل الكوارث على الخلق فإنما هو يري عباده قهره وقدرته وأنه مستغن عنه أنه عندما يمد الكفار بأموال وبنين وبتقنيات عالية وبوسائل وملك الآلة والهيمنة والسيطرة لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في بلد ما يفعلونه إنما هو في إرادات لا عز وجل وأنهم لا يفعلون إلا ما أذن الله به لكنه لا يرضاه من الكفر لا يرضاه من الكفر عليك أن تفرق بين الإرادة والرضا وبين الأمر والنهي إذن بناء عليه هو متصرف في الملك وليس هناك من يأمره سبحانه وتعالى بشيء أعطى هذا الرجل مالا كثيرا وأعطاه صحة وأعطاه أولادا صالحين وآتاه من كل خيرات الدنيا تصرف في الملك طيب وذاك الرجل الثاني ابتلاه الله عز وجل بكل شيء ابتلاه بالفقر والمرض والعقوق وابتلاه بالكفر وابتلاه بالشرك ومع كل هذه البلايا إلا أنه أدخله النار ذلك لأنه متصرف في الملك لا تقول له إنه قد ظلمه لا يوجد معيار للإنسان يضعه للعدالة ثم يريد أن يطبقه على رب العالمين أنت أيها الإنسان يا من تريد أن تحدد العدالة لله ما هي أنت نفسك لم تستشر في خلقك أنت كنت عدما عندما خلقك الله عز وجل أنت كنت عدما أنت أصلا لم تستشر في الخلق لا في خلق السماوات والأرض ولا في خلق أمك وأبيك ولا في خلق والديك قد تقول لي هذه جبرية لا الشعور بالاختيار موجود عندك هذا ذهب إلى المسجد وهذا ذهب إلى مكان المعصية هذا يشعر ضرورة بالاختيار وهذا يشعر ضرورة بالاختيار فلا يلتبسنا الأمر عليك وشعر بالضرورة في النفس أنه ذهب إلى المحرمات من نفسه هذا دليل الله عليه قاطع كما يشعر بهذا الإنسان بالجوع والعطف إذن علينا أن نسلم أن الله سبحانه وتعالى متصرف في الملك كيف يشاء الآن يفعل يخلق للناس ما ينفعه ويخلق الدار ويخلق الشيطان ويخلق النار ويخلق كل شيء سبحانه وتعالى إذن هو ليبتلي لأنه على وفق الحكم وليس على وفق ما يريده الشعب إنما الشعب والدولة والحكومة والأموال وما في الأرض وما عليها والأرض بأكملها كلهم مملكون لله سبحانه وتعالى مقهورون تحت إرادته في الخرق الآن هذه عقيدة المسلمين يأتي المغول من المشرق فيجتاحون فيضل فيعتق المسلمون أن هذا حدث بإرادة الله وقدرة الله لذلك علينا أن نصلح مع الله حتى يدفع الله عننا البلاء لأن الذي يرسل النفع والضر هو الله أما هؤلاء فهؤلاء خدم لقدر الله سبحانه وتعالى لذلك كانت الكوارث سبباً لرجوع المسلمين إلى الله عز وجل لأنه هو النافع الضر وبالتالي هذا هو حرية القلب وتوحيد القلب أنه مجرد عن الأسباب المادية فالله هو الذي ينصرنا هو الذي يعطينا ولكن علينا أن نعمل ما في وسعنا وما في طاقتنا وقدرتنا لذلك تجد أن هذه العقيدة هي التي تصنع التغيير لأن القلب ليس أسيراً للأسباب المادية بل هو متحرر منها لأن هذا الإيمان الذي أقوله إنما هو صلة مع الله عز وجل ليتحرر الإنسان من قهر الأسباب المادية ليدخل تحت قدرة الله عز وجل وإرادته فيصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ليصلح الله عز وجل ما بينه وبين الخلق ولينصره الله عز وجل نصراً عزيلاً إذن هذه عقيدة المسلمين لم تكن الكوارث لم تكن الشرور سبباً في الإلحاد بل كانت سبباً في العودة إلى الإيمان والانتصار على الصليبيين وعلى المغول والتتار وعلى المحتلين الغاصبين في أرض فلسطين وما إلى ذلك أن هذه العقيدة هي عقيدة صانعة الانتصارات لا يحدث في ملك الله إلا ما أرد وعليه علينا أن نعيد ترتيب علاقتنا مع الله عز وجل ونترك هذه الظلامات التي ظلمنا فيها أنفسنا ومن نصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى الآن تحدث الكوارث في العالم الإسلامي هناك تواصل إعلامي كبير جداً هناك منصات هناك قنوات ولها فلسفات مختلفة ما ذنب أطفال فلسطين ما ذنب أطفال الشام ما هذا الشرء الذي يحدث أين الله مما يحدث للمسلمين من كوارث أين الله مما يحدث للمسلمين من غصب للأراضي والأموال وعدوان على دمائهم أين الله فعندئذ يأتي السؤال الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى وهو المريد القاتل وهذه التي تحدث في ديار الإسلام من الكوارث والمصائب إنما هي على سبق العلم والتدبير والقدرة والإراضي فيا أيها المؤمنون تحرروا من الخوف من عدوكم ولا تخشوا الأسباب المادية التي بأيديهم فإن هذه الأسباب لا تفعل إلا بإذن الله ولا تقتل إلا بإذن الله فإذا كان الأمر كذلك فكونوا أحرارا في قلوبكم وفي عقائدكم وفي إيمانكم حتى ولو كانت الأغلال في أيديكم فأنتم قلوبكم حرة هذه القلوب الحرة هي القادرة على أن تنتصر لأنها لا تعرف الهزيمة فلذلك الهزائم والأغلال تكون على القالب وليست في القلب هي أغلال على القالب عليك ممنوع أن تخرج من هنا أنت في سجن هنا أنت في الأغلال أنت في الضيق هذا على القالب أما القلب فهو موصول بالله عز وجل فيستطيع هذا القلب أن يعيد إلى هذه الأيدي المغلولة أن تفك ما في أيديها من الأغلال وأن تكسر هذه الأغلال وأن تتحرر لأنها تؤمن بالله سبحانه وتعالى هذه عقيدة المسلمين في التحرير هذه عقيدة المسلمين في الغلبة والقوة والنصر الأمر من عند الله عز وجل إن تنصر الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله هذا كله تحرير من غوائل الأسباب المادية هذه العقيدة السنية لا يوجد مع الله شريك في الخلق كما يعتقد القدرية لا يوجد جبرية سلب إرادة الإنسان لاحظوا في عقيدة التحرير هنا لا يوجد سلب للإرادة لا يوجد قطع للإرادة وفي نفس الوقت القلب معلق بالله عز وجل فلا نحن تحت قهر سلاح العدو بل نحن تحت سلطان الله وقدرته وإرادته ولا نحن تركنا الأسباب لأننا نؤمن بأن العبد مختار ومسؤول فلسنا قدرية ولسنا جبرية ولذلك نحن في هذا الإيمان نصنع ما يقرق عادات الكفر وتوقعاتهم وكان هذا السبب في أن الأمة تفاجئ في النصر أن الأمة تفاجئ عدوبها بالنصر بعد أن تكون قد اكتملت القلوب والأعمال بالإيمان وإن كانت الأسباب المادية هي في حسب المستطاع والقبرى ماذا حصل لأوروبا؟ كانوا على عقيدة أن الله محبة لا يخلق الشر طيب الله لا يخلق الشر طيب من الذي يسبب آلام الأطفال؟ ما سبب هذه الكوارث والطواعين والأوبئة التي تفتك بالناس؟ إذن نحن هنا أمام شر ليس من خلق الإله طيب أيهما أن نقيم علاقة مع الإله الطيب أما هذا الذي يرسل إلينا هذه الشرور فكان خلق الشر بسبب اعتقاد أن الله لا يخلق إلا خيرا كان سببا في الإلحاد إذن ما لنوى لهذا الإله الطيب؟ هذا لا يضرنا نحن علينا أن نفكر في دفع هذه الآثم أو هذا الإله ليس هو المرسل له فما لنوى له فلنبحث عن مؤدي أو مرسل هذه الكوارث الطبيعية فكانت عقيدة أن الله لا يخلق الشر سببا في أن هؤلاء القوم يلحدون بالله عز وجل فقالوا ما لنوى لهذا الإله نحن خلق الشر أصبحت عقيدة تدعو إلى الإلحاد طيب نقول الله خلق الشر الشر هو بالنسبة لكسب العبادة إذن أنا أنظر إلى ألام الطفل من جهة فعل الله ليست شر بالخلق لكن من جهة الألم الذي يشعر به الإنسان هي شر شر معتات واضح؟ إذن الفعل في حد ذاته ينظر إليه من جهة الخلق أنه الله متصرف في الملك كما يشاء وهذا هو عين العدل طيب بالنسبة لهذا الطفل المريض أن الله عز وجل جعل شعوره بالألم ألم القلب بهذه المشاق نقول هو باعتبار هذه الآلام هو شر طيب قتل البريء باعتبار الإضافة إلى الله خلق وهو عدل متصرف في الملك طيب باعتبار هذا الإنسان القاتل وكسب لهذا الإنسان صار لدينا الشر بالنسبة للإضافة للإنسان وليست الإضافة إلى الله لأنه متصرف في الملك والتصرف في الملك عدل لذلك هذا معنى الدعاء والشر ليس إليك والشر ليس إليك فأنت سبحانه وتعالى من جهة الخلق لا يصف بالشر لأنه متصرف في الملك وهو سبحانه وتعالى هذا حق له وهو عدل إذن نحن نقول إن الذين يريدون أن يدعوا أن الله خالق الشر إنما نقول أولا نحتاج إلى فهم هذه المقولة هي من جهة آلام العباد ومن جهة مخالفة الشرع شر من جهة الخلق الإلهي حق وعدل وتصرف في الملك ونؤمن به على أنه قدر إلهي سبق العلم به لكن ننظر إلى فعل الظالم فننكر عليه ليس ننكر على الله لأنه خلق إنما ننكر على كسب المجرمين على كسب الفاسدين عندما نسلم بقدر الله فمن جهة الخلق آمنا لكن علينا أن نحاسب هذا الفاسد وها مرتكب المنكر وقاتل البريء فنحن هنا لا نعارض القدر بل نحن ننفذ الأمر الإلهي بمحاسبة مرتكب النواهي أو مكافأة مرتكب الأوامر وهكذا إذن يفعل الله ما يشاء من الرزق من الإحياء من الإماتة هذا خلقه يهودي فقير مريض ثم مصيره في الآخرة إلى جهنم لأنه آمن بدعوة ليست دعوة النبي وبلغته الدعوة صحيحة وكذب الله ورسوله فالله متصرف في الملك لأنت لا تقدر لله ما هو العدل أنت لم تستشرف الخلق أنت إنسان عدمي كنت معدوما ثم صرت موجودا وإن شاء الله عز وجل جعلك إلى عدم فليس لك أن تعترض على مالك الملك والمتصرف بالحكمة وليس بالعبثية إذن خلق ورزق وعطى ومنع ليس لك إلا أن تسلم لله عز وجل بما هو له أهل سبحانه وتعالى وهو أهل التقوى وهو أهل المغفرة ونسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله وبرحمته إذن ما يحدث في علامنا الإسلامي اليوم من الكوارث هو داع لنا لأن نرجع إلى ربنا لأنه هو النافع الضار لينصرنا على عدونا ونقوم بتحرير قلوبنا من الأسباب المادية من الخوف من العدو ولو مهما بلغت القوى المادية عنده مهما زادت مهما كثرت فهذه هي على القالب وليست على القلب بل الذي في القلب هو الحر الموحد الذي تحرر من هذه الأعباء الدنيوية وأصبح منطلقا نحو ربه نحن نريد أن نعيد مفهوم الحرية نريد أن نعيد مفهوم الحرية مفهوم الحرية أن القلب تحرر من الأسباب المادية مهما كانت الأغلال في الأيدي مهما كانت سيطرة العدو على المسلمين مهما أوتي العدو من أسباب المادة هذه القلوب لا تدين إلا لله سبحانه وتعالى وتؤذن بعد ذلك بأن تكسر القيود وأن تحقق المعجزة وأن تنتصر على عدوها لماذا؟ لأن قلوبها انتصرت أولا أما الذين هزموا نفسيا فلا عزاء لهم بسبب ضعفهم بالإيمان والقدر إذن الإيمان بالقدر والقضاء يجعل من هذه الأمة أمة قوية عزيزة كريمة حرة على أرضها مهما بلغ تنكيل عدوها بها فهي أمة عظيمة بهذا الدين وبهذه الرسالة وبهذه العقائد التي ندرسها في عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بفعل الله عز وجل وأنه يفعل الممكنات وله أن يترك سبحانه وتعالى أكتفي بهذا القدر إن شاء الله وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك شكرا